تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي وحيحصل ايه النهاردة ان شاء الله بعتة النادي الاهلي حتسافر تونس اكيد استعدادا لمواجهة الترجي في مبارات الزهاب بنصف نهائي مسابق الدوري ابطال افريقيا الكلام ده حيكون يوم الجمعة جاية ان شاء الله 12 مايو باستاذ رادس مجلس ادارة النادي الاهلي كلف الاستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الادارة برئاسة بعتة الفريق وبرضو انبارح الفريق ابتدى تدريباته وميستر كولر عقد جلسة مع الدكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق طبعا على هامش الميران الجماعي عشان يعرف منه تفاصيل الحالة الطبية للعابين وحالة المصابين منهم بصفة خاصة قال له انه اكرم توفيق بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي وانه يعني بيحرص تقدم ملحوظ وفقا للجدول الزمني المحدد ليه من الطبيب اللي كان اجرى ليه جراحة الرباط الصليبي للرجبة كمان عمر السلية ابتدى يشارك في التدريبات الجماعية للفريق وقال الدكتور ابو عبلة ان السلية انتهى بالفعل من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الاصابة اللي كانت عرضها في العضلة الخلفية